السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لأيوم الجمعة 12 تموز يوليو وبما أنه توقعاتنا لأيوم الجمعة فهذا جمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج العذراء ورح ينتقل لبرج الميزان الساعة 2 و 6 دقائق من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش ورح يظل القمر موجود في برج الميزان لغاية الساعة 2 و 52 دقيقة من عصر يوم الأحد بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و 15 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لا منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل وبما أن القمر موجود لغاية ساعات الصباح يعني تأثيراته تقريبا لغاية ساعات الفجر موجود بالعذراء فبنظل على طبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا وبظل برضو العنصر العملي هو اللي بيسيطر علينا أكثر من العاطفي فعشان هيك منركز على العمل أكثر ما منركز على العاطفي أكثر منكون منظمين الناس نادرا إنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لغاية ساعات الصباح وبرضو بتكون تحذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش يعني ما قبل خلو المسار يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي مدته ما رح تكون مدة طويلة يعني تقريب بال11 دقيقة خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة تنتين وصد دقائق فجرا بتوقيت الشرق الأوسط أو المنطقة العربية تقريبا بيكون بعد ثلاث ساعات يعني خمسة صباحا وهي فترة اللي هي السد دقائق هذه طبعا الأشخاص المقيمين في دول مثل أمريكا كندا المناطق اللي في فارق توقيت بتكون عندهم نهار يعني هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تنتين وصد دقائق فجرا خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج الميزان عشان هيك بندخل في فترة أفضل عاطفية لتقوية الروابط العاطفية للعلاقة مع الأحبة ولا تحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء والتأمل بيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هذه الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبكل أنواعها طبعا ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واربعطاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة أربعة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة نمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية خطيرة ذكرناها في حلقة الزهرة وهي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تأثيراتها طبعا مستمرة من اليوم ولغاية خمس أيام قادمة زاوية هاي ذروتها اليوم ساعة 2-11 دقيقة عصرا بتدفعنا للعنف وتجعل مزاجنا عدواني عصبيين ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بتدفعنا للعنف بتجعلنا برضو يعني بتسببنا نوع من أنمع الخلافات في حياتنا الحميمية وهذا تحول طبعا بالتغيرات هاي على المستوى العام تعمل تغيرات غير متوقعة على الساحة الفنية فبعض المطربين أو الموسيقيين أو اللي بيشتغلوا في المجال الفني اللي كانوا في القمة بينحضروا للحضيد بسبب رتابة عطائهم أو عدم قدرتهم على تغيير أساليبهم وتجديد عطائهم أو بسبب تعرضهم لمؤامرات للتدنيس سمعتهم أو تشويها لا يستحسن طرح إنتاج فني جديد للأسواق ولا إقامة حفلة في هاي الفترة لأن النتائج غالبا بتكون مخالفة لما كان متوقع أو ممكن تتعرض لمشاكل معاقبة مثلا أو عقابات في الإنتاج والتوزيع ويستحسن تجنب إقامة الحفلات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوع حرائق أو حوادث غير متوقعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11.57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثير هاي الزاوية بيبدأ تقريبا من ساعات العصر ولغاية فجر يوم السب منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من حضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس العيون والأذنين طبعاً هاي لغاية ساعات الفجر بعدين من ساعات الصباح وما بعد يعني طيلة النهار بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية الكلا والحالب المثانة البولية الأورد الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية ولازم نوفر لها العناية الإضافية إذا طبعاً فحصات أو علاجات أو مراجعات طبية ما في أي مشكلة بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر بالجسم وبدهم يتخلصوا منه أو يبطئوا عملية الإنبات فطبعاً ما مننصحهم بإزالة الشعر بهذه الفترة إلا بعد ما يكتمل القمر ويبلش بعملية التناقص أما عملية الأشخاص اللي ما عندهم أي مشاكل فما في أي مشكلة لإزالة الشعر يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضاً للقص العلاجي يعني للأشخاص اللي عندهم مرض أو عندهم تساقط شعر أو عندهم تلف بالشعر أو بدهم يبدأوا بعلاج للشعر فهذه فترة ممتازة لهذه الأمور بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الميزان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السب بيبدأ خلو المسار الساعة 10.48 دقيقة مساء يوم السب بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة 22.52 دقيقة عصر يوم الأحد لا ينتقل يعني بده يستمر بعد منتصف الليل لغاية ساعة العصر ساعة 22.52 دقيقة عصراً أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 7 أيام الساعة 38 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج نبدأ باليوم الثامن نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22.07 سعيد بنسبة 70% القمر في العذراء ساعة الصباح زي ما حكينا بدين تقل الميزان ورح يظل في الميزان ليوم 14.07 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% ساعة العصر سعيد بنسبة 15% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% عطارد في الأسد حتى يوم 25.07 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد وانتقل الزهرة في الأسد لغاية يوم 5.08 سعيد بنسبة 60% المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجح حتى يوم 2.09 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل العمل بيتراكم عندكم لغاية ساعات الفجر أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز بعض الأعمال المطلوبة منكم الأهم أنك تركز على الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لأي عمل آخر وانتبه بشكل جيد لصحتك لأنه برضو بالضل الأمور الصحية هي المتقلبة وحاول أنك تبعد عن أي مشاكل ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر بصير مقابلكم تماما والمقصود بالشراكات اللي هي شراكات المال والعاطفة أو الزواج وبتتعقد بعض الأمور وممكن تطرأ بعض البلبلة علج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحذر القطيعة والدعاوة القانونية خلال هذا اليوم لأنه خصمك قوي والعرقي اللي بتستفزك لأنه طاقتك برضو ضعيفة لأنه القمر مقابلك برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بالضرل الرغبة قوية عندكم في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبرضو ما زالت الأجواء جيدة على المستوى العاطفي على مستوى الاهتمام بالأحبة بالأبناء على المستوى العائلي والأفراح والمناسبات والطاقة الحلوة والاهتمام بالذات أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدك تحاذر من المشاكل اللي تتعلق بالعمل أو التقصير بالعمل أو كثافة العمل فركز على الأعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لعمل آخر وحاذر من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بظل التركيز على البيت والعائلة لغاية ساعات الفجر بغسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن شوي هيك يكون في بعض الحوادث اللي هي الطارئة مثل أعطال منزلية مشتريات تسوق مناسبة حدث عائلي هو اللي يلفت انتباهك لازم تحله بعدم التهرب وتكون منطقي بالحوار والنقاش بدون عصبية أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات للطفل أجواء وحاول إنك تعد العلاقات إلى طبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تمارس هواية أو تتقرب من الأحبة وبتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة يعني بداية فترة إيجابية جيدة لإلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بيظل النشاط بالاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات وأيضا بالأمور اللي تتعلق بالتسويق من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن من المخالفات أو الحوادث وحاولوا إنكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد مع أخ أو جار من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبغسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أن تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لغمهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك أي فترة مناسبة لا السفر والاستثمار والثقة بالنفس برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بظل التركيز على الأمور المالية لغاية ساعات الصباح وبظل في فرصة من الآن حتى الصباح لا مكسب مالي بيجي من عمل إضافي مستردات، هباد، دعم ولكن بدكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع ما تغامروا مالياً نهائياً وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات والامتحانات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر نشاطاتك على حسب أنت بإيش متخصص أو بإيش بتشتغل أو شو طبيعة حياتك ممكن بالتجارة، ممكن بالتسويق، ممكن بالإلكترونيات بالكمبيوترات، تليفون جديد وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهمش أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك وهي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد حماسة ووضوح بالأفكار عندك بتظل غاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وأنا بتعيدوا الضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك صحيح أنه في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو غبات أو دعم ولكن الإسراف والرغبة بصرف الفلوس بتكون أكثر كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة أيضا وممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زال الوضع الفلكي بيتطلب الانتباه بشكل جيد لصحتكم ونفسيتكم لغاية ساعات الفجر لحديث ما يوصل القمر على عندكم فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم ممكن تفكر في إلغاء موعدك والابتعاد عن الأضواء حاول أنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة وما تبدأ بشيء جديد لحديث ساعات الفجر ما يوصل القمر لعندك من ساعات الفجر وما بعد بيطرى تغيير الأفضل على صحتكم تستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بيظل النشاط الإجتماعي هو الموجود ولكن بيكون تحاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الفجر قبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب رغم أنه الآن بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة ولكن حاول أنك تبعد عن أي خلاف ما بينك وبين زملائك أو ما بينك وبين أصحابك حاول ما تفرض رأيك من ساعات الصباح وما بعد بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب حاول أنك ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضباء ولا تقرر على شيء عشان ما تقيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات الصباح وتعتبر هذه فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو بتظلها فترة ممتازة إلا أنه بدك تحافظ على سمعتك وقدر الإمكان فما تجازف بسمعتك ولا حتى باستقرار وظيفتك بخلافات أو مواجهات ما بينك وبين رؤسائك بالعمل وما تخال في القوانين أهم نقطة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكم أنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بظل النشاط على مستوى العلاقات الخارجية يعني مع الأجانب أو على مستوى الدراسة الجامعية أو السفر لبعيد أو الاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي هو السفر لبعيد وأيضا اللي عنده سفر يحاول يكون قبل موعد طيارته يتأكد من أوراقه وحجوزاته وحقيبته أيضا اللي ما ينساش أي شيء وظل اتصالاته الخارجية منتازة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية بتخضع لعدة تجارب مهمة خلال هذا اليوم فما تضعف ما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح أن الفترة هاي فيها قلق وتوتر ولكن اللي بيجتهد ممكن يحصل على ترفيع أو ترقية برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو تفحصوا حساباتكم المالية المشتركة وخففوا من النفقات من الآن وحتى ساعات الصباح ركز على أي مال مشترك إذا بتعلق بزوج زوجة بنك ضريبة تأمين ميراث حقوق لإلك ممكن تحصل بعض المكاسب ولكن ابعد عن المغامرات المالية في أموال الغير صحتكم أو صحت قريب لإلكم برضو ممكن تكون بحاجة للرعاية أو للبعض منكم كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط أما من ساعات الصباح وما بعد وأنا تنشغل في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة وتعتبر فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع عندك قدرة على النقاش بقوة وذكاء وممكن تتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك فترة ممتازة حتى للتسويق والتجارة المحلية وأيضا للسفريات القصيرة لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفي القمر ما زال موجود مقابلكم تماما وهو بعزز أمور مصالحة أو اتفاق ما بين الشركاء ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وما تفرض رأيك ونسق بين مختلف الواجبات أما من ساعات الصباح وما بعد وأنا بتنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر